ما هو الابتلاء وكيف أنهي المشاكل النفسية والأفكار الخبيثة القبيحة والدعاء ندعي به لتحقيقي مبتغاي وأفضل الأوقات العبادة ويستجب فيها الدعاء قال لك كيف أنهي المشاكل النفسية شوفوا الأمراض انتحاض لأصره هي القلق والتوتر قال تعالى في كتابه من يريد الله يهديه ويشرح صدره الإسلام ها الجواب ومن يريد أي يظل له يجعل صدره ضيقا حارجا كأنما يصعد في السماء القرآن تكلم بكري على أن الذي يصعد في الأجواء العليا ينقص الأكسجين فيحدث له صعوبة في التنفس هكذا اللي هو إن شاء الله تعالى أهداه الله تعالى كي يكون صدره منشارح منشارح كندير أن نقضي على القلاق إن شاء الله تبارك واته باش باش تقضي على القلاق أنا بذكر الله يزيد ما اجتمع في قوم زيد نزلت عليهم السكينة زيد واسمه أخر والدعاء ربي شرح لي صدري هذا قال سيدنا موسى فين عدد دعاء زيد واسمه أخر واسمه أخر إن شاء الله تبارك واته زيد قضاء حوائج الناس أشرح الناس صدرا وأبعادهم عن المرض النفسية الأسخياء الكرامة حرروا نفوسهم من عبادة الدنيا مش عليهم القلق لأن أول من ينتفع بخدمة الناس هو اللي يخدم الناس ها ذلك ان شاء الله ديل الخير ديل الخير ديل الخير تبرا أما يقول لك يا ناطفي فاش ديل الخير ما بقضعش ديل الخير رقم واحدة يزقى رقم جفلا ديل الخير داع شو هدر انا ديل اياك يا بسكين ما يديل الخير ما غلو ولا يدق إذاك ما أروحه لذلك المرض النفسي يمشي بهكذا إن شاء الله تعالف كيف أنهي المشاكل النفسية والأفكار الخبيحة دعاء دعي لي باش نحق مبتغاي أسأل الله تعالى يحقق مبتغاك عاجل غير عاجل بما شاء أو كفاشا إنه على ما يوشى وقدير سبحانه وأفضل الأوقات للعبادة الحياة كلها هي وقت للعبادة وأفضل وقت للعبادة هو الوقت الذي تتفرر قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب إذا فرغت زيل من عملك من شغلك اللي يضغط عليك زيل تفرغ لربك أنصب لربك يلا كل واحد عنده وكيف يستجيب الدعاء أو لا الوقت اللي يستجيب فيه الله يستجيب الدعاء في كل وقت من يجيب المضطرة إذا دعاه في كل وقت شريطة أن تدعو الله تعالى زيل وأنت موقن بالإجابة وشريطة أن لا تكون عندك موانع الاستجابة واسمي موانع الاستجابة حسب اللي موانع الاستجابة أولاً أن تكون زيل أن تأكل الحرام فتغلق أبواب الاستجابة يطيل الصفر يقول يا رب يا رب ومطعمه من حرام ومشره مبوبه من حرام وغذية من حرام أنا يستجابه لا قال المصلاة سعد أطب مطعمك تستجاب دعوتك إلا تكون الحرام قامت ناشي يستجبك ربك وخذل تصلي وتمت تصلي وصفة والشرب تكون عباد الله في الكرة تكون عباد الله تغش تمشي تبيعه وتغش وتخدع وتراوغ وكذا فارك غالي فارك غالي هالعبادة في انتباع الحقيقة الثانية واسمه هي لا 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 الثانية أن تستجيب لي أمر الله فليستجيبوا لي وليؤمنوا إذا أردت أن يستجيب الله فاستجيب لا والثالثة واسمه هي الأمر بالمعروف الناع المنكر قال رسول الله لتأمرنا بالمعروف ولا تنهونا عن المنكر أو ليدعوا صلحاؤكم فلا يستجابوا من جملة أسباب غلق أبواب الاستجابة في وجوه الصالحين هو حينما تشيع الفواحش والمنكرات فينظر الناس إليها ولا تتمعر وجوههم ولا يقومون بواجب الأمر صدر بيقولهم يا ربي فيهم فلان يصلي الليل لأن ربي قال لما قال الجبري قليب هذه القرية جاء العالي ياسر قال له يا ربي فيهم فلان يصلي الليل وقال له به فابدأ مات مع روجهه لحظة وهو يارى المنكرات أكثر صريحا للأمة تدعي صدر بيت نصرنا عن الليهود وهم زايدين ديين الشام السادة يصدر بيت نصر يهود والدول لعياراقة السادة يصدر بيت نصر ام والدول اليمان السادة يصدر بيت نصر ام وتمزق ليبيا السادة يصدر بيت نصر ام وتمشي بناد الحرامين تدعي صدر بيت نمشي وتمشي تونس سبحان وoust واجل وهكذا وهكذا ём نقول لك آ deb키 من كاف الثلث الاخير زوج ملعين آمين آمين ومانهم يستجملناش هاهactا شوفوا وكل جاء والناس تفرجوا وارش قتلها هنالله هنديروا واحد الشيكية بهذا الصحارة اللي راها هنا الله يرحمدك عطينا لكارتنا سمينان باش ان شاء الله هذا لا اخويا لا اخويا هناش لا اخويا خلي للهاتم فتن يقول له يا رب